الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى للإمام العلامة محمد بن إسماعيل البخاري هذا الكتاب نشرح فيه العديد من الفوائد وسنن النبي الكريم صلواته الله وسلامه عليه ونبين فيه العديد من الفوائد ومقاصد هذا الدين العظيم أخواني الكرام أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع في هذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت بنا جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخواتي الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فأهلا وسهلا بكم في هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه والذي بوابه البخاري بقوله باب من قام لجنازة يهودي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال مرت جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي أي إن هذه الجنازة التي مرت جنازة إنسان غير مسلم جنازة يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي هذا الحديث فوائد كثيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا قال أهل العلم سواء كان مسلما أو كان غير مسلما سواء كان يهودي نصراني إلى غير ذلك من هذه الديانات المهم إنها جنازة جنازة نفس أو إنسان مرت عليك وأن تجالس فالواجب عليك أيها المسلم أن تقوم عندما تمر هذه الجنازة وذلك استحبابا وندبا كما قال أهل العلم وتنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض أهل العلم من قال يستحب أو يندب أو قال بعضهم يجب لكن في هذا الحديث الدلالة هي الاستحباب يستحب وهو الأفضل طاعة لأن نبي صلى الله عليه وسلم من فقه هذا الحديث كما قال أهل العلم قالوا أنه استحباب القيام للجنازة سواء كان مسلما أو كافرا وهذا ما ذهب إليه الصحابة ابن عمر وابن مسعود وكذلك بعض العلماء ابن الحبيب وابن ماجشون من الملكية ما هي الحكمة عندما تمر جنازة وجنازة حتى ليست مسلم فنقف لها قيل أن الحكمة في ذلك هو تعظيم أمر الله عز وجل وصفاته وقهره وجلاله وكذلك احترام الروح الإنسانية التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها سر الحياة من أمر الله سبحانه وتعالى هناك من قال أنها قد نسخت وأن بعد ذلك لا يجوز ولذلك نقول كل ذلك يعني لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك عن جابر جاءت رواية أخرى يعني قريبة من هذا الحديث الذي ذكرنا إذا رأيتم الجنازة فقوموا الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية أخرى إن الموت فزع إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهذه أيضا فائدة يعني ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال قال معنى ذلك إن الموت يفزع أو يفزع منه سبحان الله إشارة إلى استعظام هذا الموت وهذا يحدث عندما تذهب إلى المقبرة أو عندما ترى ميت أمامك أو عندما تمر جنازة من أمامك جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي فلذلك يجب أن تكون عندنا يعني روح هذه الروح التي تبعد عننا الغفلة وكما قال القرطبي قال مقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت وهنا نقطة مهمة جدا أشير إليها أخوان الكرام ألا وهي عندما نذهب إلى المقبرة وتحمل الجنازة وتدفل للأسف هناك من يضحك هناك من يتكلم في أمور التجارة وأمور الحياة وأمور الدنيا وأمور الأولاد وأمور ربما تكلم عن البورصة وعن الأسهم فنقول إن هذا لا يليق فأنت في مكان مكان يجب أن تبعد عن نفسك الغفلة وتتذكر الموت والبلاء وتتذكر هذه الآخرة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الجنازة فقوموا أي تعظيما لحول الموت وفزعه لا تعظيما يعني الميت فلا يختص القيام بميت دون ميت بل الجميع وأعلم أيضا أيها المسلم وأختي المسلمة أن هذا مما يعني يجعل المسلم يقبل على هذا الدين ويبتعد عن هذه الغفلة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وبالطاعات عندما يتذكر أهوال القيامة عندما يتذكر القبر ويتذكر أيضا فزع هذه يعني الفزع من الموت كما قال العلماء فسروا هذا الحديث الفزع من الموت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته وأن نستعد ليوم لا ريب فيه من الأعمال الصالحة والمحافظة على الفرائض والمحافظة على الطاعات والبعد عن الذنوب والمعاصي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ولما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر